النهاردة محاول القتال جنوب العاصمة الليبية ترابلوس بتشهد تصعيد كبير منذ الصباح الباك حيث تسمع الانفجارات في كل انحاء المدينة التقارير بتؤكد حدوث قصف متبادل وقتال عنيف بين ميليشيات حكومة الوفاق وبين الجيش الوطني الليبي في محيط مطار ترابلوس داخل العاصمة الليبية الميليشيات المسلحة بتحاول استعادة المطار اللي نجحت قوات الجيش الليبي في السيطرة عليها وتحريره ولكن قوات الجيش ردت على الهجمات بنجاح كبير ده عن الوضع في ليبيا وانا اعتقد ان كلام السيد الرئيس النهاردة رد على اي ادعاءات وكاكديب قيلت خلال الساعات الماضية حول ان مصر غيرت في موقفها وانها اصبحت تطالب فقط بالحل السلمي مصر مع الشرعية الشرعية الممثلة في مجلس النواب الليبي الشرعية الممثلة في الجيش الوطني الليبي اما المجموعات الاخرى فهي مجموعات خارجة عن الشرعية حكومة تم انتاجها في الخارج اللي هي حكومة السراج حكومة تعتمد على الميليشيات الارهابية حكومة تستعين بتركيا وقطر في تقديم السلاح والتدخل في الشأن الليبي لاستمرار حكم الميليشيات الارهابية على ارض ليبيا ايضا من اجتماع الرئيس برئيس مجلس النواب الليبي الى فعليات المنتدى الافريقي الاول لمكافحة فساد المنعقد في مدينة شرم الشيخ هذا المنتدى شاركت فيه نحو 55 دولة افريقية وعربية